أعزائي عشاق كرة القدم في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وهذه القولة حول ملاعب العالم وخاصة في الملاعب الأوروبية اليوم سنتحدث عن أهم المباريات التي يقيمت وترتيب الفرق في الدوريات الأوروبية العريقة والقوية أول دوري هنبدأ بالنهاردة هو الدوري الفرنسي الممتاز حيث فاز فريق باريس سنجرمان على فريق ليون الفرنسي في قمة الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي باريس سنجرمان يكتسح ليون الفرنسي على ملعب ليون 4-1 هذه المماراة شهدت تألق كيليان مبابي طبعا المهاجم والهدف الكبير لدى باريس سنجرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي فعلا في هذه المباراة قدم واحدة من أرواع الأداءات سجل هدفين وكان ممكن يضيف التالت والرابع له شخصيا الفريق ككل طبعا استطاع أنه هو يسيطر تماما على مباراة الملعب وليون الفرنسي كان فعلا في حالة من الإسلام التام لهجمات فريق باريس سنجرمان باريس سنجرمان بدأ طبعا يتضارق أموره بعد أن حققت عادلين مخيبين للأمال بالنسبة لجماهير فريق باريس سنجرمان فريق باريس سنجرمان الجماهير تنتظر الكثير والكثير من هذا الفريق خصوصا على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا التي يسعى الفريق دائما إلى الحصول عليها في الدوري الألماني أيضا الفريق البافاري فريق بير ميونيخ الألماني الفريق القوي للغاية يعني النهاردة أيضا بيفوز على بروسيا منشنجلاتباخ 2-1 فريق بير ميونيخ الألماني يقدم أداء متوازن ومتماسك فريق طبعا متمرس تماما في الدوري الألماني الممتاز يعرف كيف يهزم فرق ألمانيا الكبير منها والصغير هذا الفريق يعني 11 بطولة متتارية استطاع أنه هو يفوز بالدوري الألماني 11 موسم متتالي وفي طريقه يقول أنه يحقق الرقم 12 طبعا لو تحقق سيكون رقم قياسي جديد يضاف ولكن هناك عقبة يبدو أمام فريق بير ميونيخ لن تكون الأمور سهلة على ما يبدو يعني لأن هناك فريق يتصدر الدوري الألماني حاليا وفريق بير ليفر كوزن بقيادة اللاعب الوسط السابق في فريق ليفر بول وريال مدريد يبدو أنه يقود فريق بير ليفر كوزن إلى موسم قوي يتصدر حاليا وبجدارة يعني فريق بير ليفر كوزن يا جماعة طبعا كان لعب خط وسط متميز ومتألق وحاليا للمدير الفني فريق بير ليفر كوزن ويقدم معهم أداء متميز حتى الآن الفريق طبعا يتصدر الدوري الألماني هل ستكون المنافسة شارسة هذا الموسم؟ مثل ما حدثنا الموسم الماضي نتمنى أنه أيضا فريق بروسيا دورتموند يدخل فريق بروسيا دورتموند يعني فريق قوي جدا يعني لو تصير المنافسة السلسية سيكون أمر أكثر من رائع ترتيب هدف الدوري الفرنسي اللاعب الفرنسي كليان مبابي برصيد ستة أهداف طبعا يعني بكل تأكيد وهدف كبير هدف من طراز رفيع كليان مبابي ستة أهداف حتى الآن والمفاجأة يليه لعبنا المصري مصطفى محمد مصطفى محمد يا جماعة هو في بعد كليان مبابي هو من هدف الدوري الفرنسي رقم اتنين برصيد أربع أهداف أنا شايف أنه ده أيضا أمر أكثر من ممتاز بالنسبة للعب مصطفى محمد لعبنا المصري نتمنى له طبعا مزيد من التألق بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز جوارديولا يستمر في الأروض القوية جدا لا أعتقد أن فريق منشيستر سيتي قد حقظ ذلك من قبل أنه هو فاز بأربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي هذا رقم أيضا قوي جدا للمان سيتي بقيادة جوارديولا أو برغم من التساؤلات حول الأداء في المباراة الأولى والثانية وربما الثالثة إلا أن المباراة بيع ضد فولهم رأينا فريق منشيستر سيتي يكتسح فريق فولهم الإنجليزي بخماسية كاملة مقابل هدف واحد هاتريك سجله اللاعب هالند هالند طبعا يتصدر حاليا ترتيب هدفية الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد أربعة أهداف تقريبا أو خمس أهداف منشيستر سيتي هو متصدر الدور الإنجليزي الممتاز يليه فريق توتنهام الإنجليز الذي يحقق أداء أكثر من رأي حتى الآن على مستوى البريمير ليج فريق توتنهام أيضا يعني يحقق نتائج قوية جدا حتى في الأهداف يعني توتنهام مسجل 11 هدف ومن ست 11 هدف يعني من ناحية الهجومية نجد أن الفريقين أيضا في قمة التألق من ناحية الهجومية إذن فريق توتنهام الإنجليزي تعول عليها جماهير توتنهام هذا الموسم جماهير توتنهام هذا الموسم تعول كثيرا على المدير الفني الجديد الذي غير تماما من شكل الفريق ومن الخطط اللعب ومن التكتيكات وطريقة الدفاع وكذلك طريقة التحولات الهجومية السريعة والخطفة التي يقوم بها فريق توتنهام في الدول الإنجليز الممتاز طبعا الجماهير سعيدة للغاية من أداء المدير الفني الفريق توتنهام وتتمنى منه المزيد والمزيد في الأيام القادمة وفي الأسبوع القادمة جماهير توتنهام الإنجليزي في غاية السعادة في غاية الفرح والإنبساط بسبب ما يقدمه المدير الفني الفريق توتنهام الإنجليزي من أداء على أعلى مستوى جماهير توتنهام الإنجليزي يبدو أنه سيكون لها دور كبير مع الفريق من أجل تحميس اللاعبين أيضا حيث أن الطبعا التكتيكات كلها أمر ممتاز والخطط وكل حلو ولكن الدور الجماهيري لا غير عنه بالنسبة لأي فريق يريد أن يحقق الأقاب أي فريق يريد أن ينافس حتى الرمق الأخير نجحت وتنهام الإنجليزي في المبارة الأخيرة في اكتساح تان لفريق يعني هزموا خمسة هزم ذلك الفريق خمس أهداف كاملة منها هاتريك لسون هونج مين سون هونج مين أيضا أول هاتريك ليه هذا الموسم حتى الآن بعد إيرلينج هلند الذي يتصدر ترتيب هدف الدور الإنجليزي برصيد ستة أهداف إيرلينج هلند مكينة أهداف لا تتوقف يبدو أنه سيستمر في تحطيم الأرقام القياسية أم لا؟ هل سيستمر إيرلينج هلند في تحطيم الأرقام القياسية مع فريق منشستر سيتي في الدور الإنجليزي بممتازة زي ما ستكشفه لنا المباريات والأسابيع القادمة يزاحم أيضا فريق ليفربول الإنجليزي في المكهز الثالث كل من منشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزي وبأداء أكثر من مقنع بالنسبة للمدير الفني يورجين كلوب ولنجم الفريق محمد صلاح الذي يحاول أن يقدم موسم استثنائي مع فريق ليفربول الإنجليزي والحقيقة فريق يقدم كرة قدم مقنعة الفوز الأخير طبعا 3-0 مع رأفة على فريق أستون فيل الإنجليزي وفريق طبعا فريق مش سهل أبدا فريق محترم في الدور الإنجليزي الممتاز يعتبر من أنديت الوسط ومن الأنديت التي دائما ما تشكل الكثير من العناء والمشقة بالنسبة للفرقة الكبرى في الدور الإنجليزي تقييم الشامل لكل دوريات الأوروبية حتى الآن نجد أن الدور الإنجليزي الممتاز يستمر في التفوق وبفرق كبير عن باقية الدوريات إلا أن الدوري الفرنسي الممتاز وكذلك الدوري الألماني فعلا تقدم فيه كرة قدم ممتازة كرة قدم تنافسية حتى الآن بعد مرور أربعة أسابيع نرى شراسة في المنافسة من جانب جميع الأندية سواء كان في الدور الإنجليزي والدور الفرنسي أو الدوري الألماني ترجمة نانسي قنقر